على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال غرب محافظة الضالة تقع قرية ثمات التابعة لمديرية جحاب كواحدة من أكثر المناطق النائية المأزولة عن العالم والخارجة عن العصر وتطوراته المتسارعة في كافة مناح الحياة هذه المنطقة وهي منطقة ثمات محرومة من جميع الخدمات من كهرباء ومدرسة ووحدة صحية وطرق نحن في الجانب الصحي عندما يمرض أحد المواطنين أو أحد النساء إذا تعسرت عليها الولادة فإننا نقوم بحملها على النعش للمسافات الطويلة وربما لا يصل إلى مركز المديرية إلا وقد فارق الحياة وربما إذا تعرض أحد المواطنين للسقوط من جبل أو من مكان شاهق فإننا لا نستطيع إيصاله إلى مركز المديرية أو إلى المحافظة إلا وقد فارق الحياة يعيش قرابة ألفين سما في هذه القرى المتناثرة على سفوح الجبال حياة إنسان القرون الوسطى حيث تحول التضاريس الوعرة بينهم وبين الخدمات الأساسية للعيش كالطرقات والرعاية الصحية والكهرباء واسطى غياب تام لأي أدوار وجهود حكومية نحن أبدا منطقة الثماد نعالي من شحة المياه والخدمات الصحية والتربية وكما نعالي أكثر معانا من شحة المياه لأننا لا نمتلك مياه آبار أو عيون وأننا نمتلك لتخزين مياه الأمطار فقط في هذه المنطقة نناشد السلطة المحلية في المديرية وفي المحافظة وأيضا المنظمات والجهات المانحة بلفتة النظر إلى هذه المنطقة التي تعالي من جميع الخدمات مناشدات الأهل للسلطة المحلية وللمنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوق والإنساني بأت بالفشل ولا أحد يسمع أن نات أطفالهم أو نحيب كهولهم في بطون هذه الجبال ولا منقذ لهم سوى الله ومن يهيئه لهم من رجال الخير فهل من آذان صغية وأياد كريمة تخفف عنهم النزر اليسير في صراعهم المرير لأجل البقاء على قيد هذه الحياة القاسية ترجمة نانسي قنقر